اشتركوا في القناة اقبل ما نملأ جداول تشغيل جماعة كين ربع حويج اساسية لازمنا نعرفهم وهذا حويج اساسية موجودة في العناصر الالكترونية نبدأ باول حاجة وش هي اول حاجة وش لازمنا نعرف المراحل الكهرو ميغناطيسي كما كنتلاحظوا هذا المراحل الكهرو ميغناطيسي هو عبارة عن تركيبتين تركيبة الاولى تحتوي على وشعة وتركيبة الثانية تحتوي على التامس هذه الوشعة توصل في دارة التحكم وهذا التامس يوصل في دارة الاستطاعة بها نفهمه مليح نكمل لكم رسم تعام ورحل الكهرو ميغناطيسي كما كنتلاحظوا حاب نرسم دارة الاستطاعة مصدر جود متناوب بمئتين وعيشين فوت وهذا المصدر جود راح يغذي لمصباح وهنا نغلق دارة كما كنتلاحظوا دارة مفتوحة بسبب تامس في حالة راحة اذا هذا التامس يوصل في حالة راحة مفتوحة بالتالي مصباح يكون منطفة هذا التامس يتحكم فيه الوشعة هذه الوشعة باش نربطوها نربطوها بدارة التحكم اذا طريقة بسيطة جدا اذا وش لازمنا بدارة التحكم لازمنا ديمة كائن مقحل اما انبيان ولا بيانبي وهذا المقحل يجمع المخرج تعالي لازم نعطله مصدر الجهد خروج في سي سي وهنا نربطوه بجياندي هذه الدارة السامية دارة الخروج اما دارة الدخول هي دارة التحكم نبدو لها جهد صغير اللي هو في اونتري شمع لك انوصل بهذه الطريقة وش حيصر اشوفوا معي اطلف المقحل وش هو سبب الاتلاف لانه المقحل حساس للتيار لذلك وجب علينا اضافة مقاومة لتحديد التيار وحيمية قاعدة المقحل كما تلاحظون الان حلينا مشكلة لكن هناك يبقى مشكلة اخر ما هو سبب اتلاف المقحل اذا الوشيعة عندما تتمغنط تعطي تيارات تحريضية ناتج عن تحريض ذات الوشيعة فهذا التحريض يتلف المقحل ما هو الحل؟ الحل بسيط جدا وهو اضافة ثنائة الديود عجلة حراء في استقطاب العكسي على التوازي مع الوشيعة هل تم حل مشكلة؟ نعم بالطبع تم حل مشكلة اذا ما وظيفة مقاومة اير؟ وظيفة مقاومة اير تحديد التيار لحماية قاعدة المقحل وتحديد التيار تشبه ما هو وظيفة ثنائة الديود ووظيفة وحماية مقحل ام بيان من تيارات التحريضية عن ناتج عن تحريض ذاتي لوشيعة مراحل كهرو ميغناطس هيا اجمعنا فهموا هذا التركيب ونشوفوش احيصره اذا اي مقحل عنده جهد العتبة في بيو؟ وعلى باكم مقحل بها يكون ممرر وقاطعة مغلقة لازم تمدله جهد اكبر من جهد العتبة وفي نصف الوقت تمدله التيار للقاعدة اي بي لو كان جهد الدخول مدله زيرو فوت في هذه الحالة مقحل يلعب دور قاطعة مفتوحة وبالتالي ما وظيفته؟ وظيفة فتح دارة الخاصة بالوشيعة اذا دارة الوشيعة دارة مفتوحة وبالتالي من مستحيل ان تتمغنط الوشيعة وتغير حالة التماس لذلك ما الذي يجب فعله؟ طريقة بسيطة جدا تغذية دارة الدخول بخمسة فوت او اكثر من خمسة فوت يجب ان يكون جهد في انتر اكبر من جهد العتبة عند تغذية بهذا الشكل يذهب التيار الى قاعدة المقحل وبما انه كان جهد اكبر من جهد العتبة يصبح مقحل يكافئ قاطعة مغلقة وبالتالي هذا المقحل يغلق دارة الخروج للوشيعة وبالتالي مرور التيار من VCC الى GND ثم تتمغنط الوشيعة بهذا الشكل ويغلق التماس ويتوهج المصباح عند جعل VONT يسوي 0V نلاحظ اننا قطعنا الجهد على المقحل والتيار وبالتالي مقحل يصبح قاطعة مفتوحة بين الجامع والإيميتر وبالتالي زوال المغنطة من الوشيعة ورجوع التماس الى حالة راحة اي فتح الدارة وانطفاء المصباح اذا ما وظيفة المراحل كهروميغناطيسي وظيفته عزل دارة التحكم عن دارة الاستطاع سؤال الثاني ما وظيفة المقحل في هذا التركيب وظيفته يعمل فيها على التبديل كيف؟ اذا كان مغذى بجهد الدخول والتيار الدخول يصبح قاطعة مغلقة ويسمح بتغذية الوشيعة واذا كان غير مغذى بجهد في اونتري او غياب التيار قاعدة اي بي يصبح قاطعة مفتوحة ويقطع تغذية على الوشيعة وتصبح الوشيعة غير محارة يعني قبل من نملاب جدول تشغيل لازم نفهم هذا التركيب هذا هو التركيب الاول ثاني شيء وش لازم نعرف لازم نعرف الخلية الكهروضوئية كما كنت لاحظوا خلية كهروضوئية هي عبارة عن تركيبة انصرين الكترونية العصر الاول وهو عبارة عن سيبي وهي ثنائية ضوئية وتسمى الباعث اي تسلط الضوء على قاعدة المقحل اما المقحل الثاني وهو عبارة عن مقحل كهروضوئي امبيان يعمل بالضوء اي عندما يسله الضوء يصبح قاطعة مغلقة وعندما لا يصله الضوء يصبح قاطعة مفتوحة وبهنفه ممليح لازم نزيد اضافة اذا كما كنت لاحظون هذا مصدر جهد واضفته هنا مصباح وهذا المصباح ربطته مع الجامع للمقحل الانبيان واميت المقحل ربطته بجياندي هذا التركيب الاول اما التركيب الثاني ربطته بمصدر جهد خمسة بوض ثم قاطعة مفتوحة ثم ثنائية ضوئية ثم جياندي في الحالة الابتدائية المقحل يعتبر قاطعة مفتوحة لماذا لم يصله الضوء الى قاعدته الحساسة عند غلق القاطعة ما الذي يحدث ركزه معي لماذا اتلفت ثنائية ضوئية السبب بسيط جدا بسبب تيارات العالية التي تأتي من مصدر جهد خمسة بوض وبسبب انه سيبي يتغذى بحوالي اثنين بوض ومصدر جهد يعطيه خمسة بوض لكي نحل المشكلة هذا نوضيف مقاومة ما وضيفت هذه المقاومة وضيفته تحديد التيار لحماية الثنائية الضوئية الحساسة للتيار الكهربائي عند غلق القاطعة مرة ثانية ماذا تلاحظون مرور تيار الاستلاحي من خمسة بوض الى جياندي وبالتالي دارة مغلقة ما الذي يحدث تتوهج الثنائية الضوئية وتصلت ضوءها على قاعدة الحساسة للمقاومة عندما يصل الضوء الى قاعدة المسخة الانبيان ما الذي يصبح يصبح قاطعة مفتوحة بين الجامع سي والبعث بهذا الشكل وبالتالي هذا المقاومة الذي يحدثه يجعل دارة الخروج دارة مغلقة وبالتالي مرور تيار من في سي سي الى جياندي بما ان الدارة مغلقة ما الذي يحدث لنصباح يتوهج اذا هذه الخلية تسمى خلية كهروضوئية وهذه الخلية نحتاجها بالزهر في دوائر كش وتعتبر ملتقطة ضوئية اذا نزيدوا نفهمهم ليه يا جماعة واش جبتكم هنا هذا تركيب جبتكم القفازة حابين نشوفوا واش ندير القفازة واش دير لو كان تحتاج بالضوء على المقاومة واش رح يسر ركزوا معين له في حالة الاولى القفازة غايبة على خلية كهروضوئية وبالتالي الضوء يصل قاعدة مقحل فإذا في هذه الحالة مقحل مشبه قاطعة مغلقة والمصباح متوهش عند نزول القفازة الملاكمة ما الذي تحدث ما الذي تحدثه تقطع الضوء المتسلط على قاعدة المقحل يصبح مقحل مانع أي قاطعة مفتوحة وبما أنه قاطعة مفتوحة يقطع التيار كهرباء على المصباح وبالتالي ينطفئ المصباح عندما تغيب القفازة لمرة ثانية ركزوا معي ما الذي يحدث يتصلط الضوء لمرة ثانية على قاعدة المقحل ثم يصبح مقحل مشبه قاطعة مغلقة بين كوليكتور وإيميتور وبالتالي يغلق دارة المصباح ويتوهج المصباح جمع هذه الخلية نحتاجها بزيء في تركيب كشفه عن العلب ركزوا معي ما يمليح هذه الأساسية الثانية اللي عرفناها في دواء الكشف عن العلب إذن رحوا لحاجة الثالثة حاجة الثالثة شاحن ديروج معه هذا المثال الأول ومثال الثاني رح نربطهم مع بعض ركزوا معي ما لحكي فهنا نربطهم مع بعض إذن المصباح والمقحل والوشعة وش زدناهم؟ زدناهم خلية كهروضوئية كما تلاحظون أن الجامع المقحل كهروضوئي كوليكتور مربوط بقاعدة المقحل الكهربائي أنبيان وبالتالي هذه النقطة تسمى سي هيا جماعة نخدم نظام وش وظيفته؟ وظيفة التقاط العلب وشوفوا حالة المصباح اللي موجود في دارة الاستطاعة جماعة زينارك زمعي مليحنا عند غياب القفازة ما الذي يحدث؟ يتسلط الضوء الباعث على قاعدة الحساسة للمقحل الأنبيان وبما أن وصله الضوء يصبح قاطعة مغلقة بين الجامع وميته وتصبح هذه الدارة مغلقة الآن ما هي حالة المقحل الأنبيان؟ يجب معرفة اتجاه التيار التيار يأتي بهذا الشكل عندما يصل إلى نقطة سيم الذي يحدث يجد فرعين الفرع الأول يحتوي على مقاومة والمقحل الأنبيان والفرع الثاني يحتوي على طريق بسيط خالي من المقاومات وبالتالي تيار يختار المسلك الساك وبالتالي كل التيار يتفارق في نقطة هذه وهي جياندي مستحيل تيار يروح المقاومة جمع بها ما تنسوهاش التيار مثل الماء الماء لو كان يجي يمشي ويليقى هبطة ويليقى طلعة ويختار الهبطة مستحيل يروح مع طلعة إذا في هذه الحالة ما الذي حدث؟ نقول أن المقحة الكاروذو أمبيان قصر الدارات المقاومة أير والمقحة الأمبيان وبالتالي هل يصل تيار إلى مقحة الأمبيان؟ لا يستحيل وعرفنا أن المقحة الأمبيان يجمع بيكون مشابعة لازم يوصلوا تيار بيكون قاطعة مغلقة بما أنه ما وصلوش تيار إي بي يسير يسيفر إذا لم يقولوا مقحة الأمبيان دارة مفتوحة أو قاطعة مفتوحة وفي هذه الحالة مقحة الأمبيان فتحت دارة الوشعة وبالتالي الوشعة لا تتمغنط والتماسي يبقى في حالة راحة مفتوحة في حالة ثانية جمعة كما تلاحظوا عند حضور قفازة الملاكمة ما الذي تفعل هذه القفازة؟ تحجب الضوء على المقحة الكهروضوي وبالتالي هذا المقحة الكهروضوي ما الذي يحدث له؟ يصبح قاطعة مفتوحة بين الجامعة والباعث أو وبالتالي التيار الذي يأتي من مصدر الجهد بهذا الشكل عندما يصل النقطة سيما الذي يجد يجد دارة مفتوحة والطريق الثاني يحتوي على المقامة والمقحة الأمبيان وبالتالي التيار يذهب إلى المقامة ويصغل المقحة الأمبيان في هذه الحالة هذا المقحة يصبح مشبع لأنه وصله التيار ويصبح قاطعة مغلقة بين كوليكتور وإميتور وهذا المقحة يغلق دارة الوشعة وبالتالي التيار يأتي من VCC ويمر عبر الوشعة ويمر عبر قاطعة المغلقة ويصير إلى GND وبالتالي وشعة موجودة في دارة مغلقة فتعطي لنا حق المغناطيسي هذا الحق المغناطيسي يعكس حالة التاماس إذا لاحظوا التاماس في حالة راحة مفتوح ما الذي يحدث له يغلق وبالتالي يتوهج المصباح إذا ما الذي نقوله في هذه الحالة مقحة كهروضوء مانع وهنا مقحة الأمبيان مشبع كل مرة تتبدل قادرين يكونوا مشبع مشبع وقادرين يكونوا عكس بعضهم لازم تبعوا اتجاه التيارات عند غياب قفازة يتصلت الضوء على قاعدة المقحة وبالتالي يصبح المقحة الكهروضوء قاطعة مغلقة وبالتالي هذا التيار يصل إلى نقطة C يجد طريق الأول فيه مقاومة R و مقحة والطريق الثاني خالي من المقاومات وبالتالي التيار يختار طريق خالي من المقاومات إذن هذا المقحة الأمبيان لم يصل له التيار فيصبح قاطعة مفتوحة فيقطع التيار عن الوشعة زوال مغناط الوشعة وعند زوال مغناط الوشعة التماس يعود إلى حال طرحة يعني يفتح دارة الاستطاعة وبالتالي ينطفئ المصباح يجب أن تكون هذه الدارة يجب أن تكونوا فهمينها منه تقدروا تجاوبوا على أي تركيب كهربائي لدوائر الكشف نكمل الأساسية الثالثة وآخر شيء نعطي لكم تركيب الإلكتروني الرابع ركزوا مع المليح هذه مرة أربطت المقحة الكهروضوئي بالإميتور والباعث بقاعدة مقحة الأمبيع كما تلاحظوا عكس الأول الأول كان كولكتور مربوط باللاباز والثاني إميتور مربوط باللاباز في هذه الحالة نشوفوا وشها حيسرة هل يتبدل تشغيل أم لا على هذه الشرانة يحبكم أجمعها حابكم ديما تتبعوا المصار تيارت بها تعرفوا حالة المقحة أطنسيو أطنسيو ملح فضا إذا في هذه الحالة لدينا هذا النظام نظام كشف عن مرور قرورات الغاز في الحالة الإبتدائية كما تلاحظوا يتصلت الضوء الباعث على قاعدة الحساسة المقحة الأمبيع بما أنه وصلوا الضوء في هذه الحالة مقحة يصبح مشبه أي قاطعة مغلقة نعرف حالة مقحة الأمبيع لازم نشوفه تيار إذا تيار في هذه الحالة مدام قاطعة مغلقة وصل نقطة أوش يلقى طريقين طريق الأول فيه مقاومات وطريق الثاني فيه مقاومات إذا ما الذي يحدث تيار جزء يروح منه هنا مكاش تهرت القس وبما أن هذا المقحة الأمبيع وصله تيار ووصله الجهد ما الذي يصبح؟ يصبح قاطعة مغلقة إذا بهذا الشكل قاطعة مغلقة ما بيكولكتور اميتو ويغلق دارة الوشعة وبما أن الوشعة يمرها تيار واش راح تمدلي؟ راح تمدلي حق المغناطيسي هذا الحق المغناطيسي راح يعكس حالة التاماس حالة التاماس في حالة كان مفتوح واش راح يولي مغلق وكي يتغلق التاماس يتوهج المسبح حالة خيار قارورا لوف تلاحظوا Up في حالة حضور قارورا لهذه القارورا أي شاب ذلك؟ قطعة مع مقحة بداية وا saints وبما أنه قاطعة مفتوحة ليس أن ان يخلط الأمبيع والتيار لا يع أصبحنا إلى المقحة Protest فيصبح المقحة Twitter في صفح المقحة ثانيا وبما أن هذه المقحة Discover دارة مفتوحة فتح دارة الوشعة وش حيصى الوشعة زواء المغناطة وبما ان وشعة زلتها المغناطة التماس يرجع لحالة ابتدائية ويفتح الدارة والمصباح ينطفق هنا وشارنا نلاحظوا لاحظوا هذا النظام يخدم عكس النظام رقم 3 وعند غياب القطعة جمعة وعند غياب القارورة يزيد وش يسرى الضوء هذا تعال المقحة الباعث يتصلت على قاعدة المقحة الكاروضوي هذا المقحة يصبح المشبع وبالتالي هذا التيار يمر الجزء الاول يروح المقحة الامبيان والجزء الثاني يروح المقاومة الير وبما انه هذا المقحة الوصله التيار وصله جد يستبح قاطعة مغلقة يغلق الدارة الوشعة الوشعة يمر عليها التيار تمكن الحقل المغناطيسي هذا الحقل المغناطيسي يعكش حالة التماس في الدارة الاستفاعة التماس هذا يتغلق والمصباح يتوهج وان شاء الله نتمنى انه فهمتوا هذا التركيب هذا وربي حوجا جماعة اعطيته لكم كي ما تفهمو مش اعودوا الفيديو المرة الثانية باسكوا عليها راح نحتاجهم في دواء الكشف ومرة جاية لكم يعطيك الدارة الكشف معقدة مكشح تلقى اشكالية باسكوا مكشح تحفظ راكتبع فيه مسار التيارات هاي جماعة روحوا نحلوا اول مثال نتمنى انه وصلتكم فكرة على هذي تركيب الاربعة وروحوا نحلوا اول مثال هاي جماعة روحوا المثال الاول كما كنتلاحظوا مثال الاول اعطالي نظام وظيفته كش عن مرور القارورات او قنينيات اه في هذه الحالة وش اعطالنا اعطالنا طلبة منها حالة تي واحد وحالة مقحال تي اثنين وحالة الوشعة والتياماس والاس والار والكي والعدادات كما كنتلاحظوا التركيب اللي درسنا قبل وش زاد لك زاد لك قلب ارسي عمال دارة الاردي دات والعداد جماعة متخلقوش كامل ذو كنا فهمو التفصيل وحنجاوبكم على كل شي هيا الولاد نبدأ ونشرح هذا التركيب اول حاجة اول حاجة اجماعة ركزوا معي منه اعطانا قلب ارس انجاز بوابات نان معانتها الاس والار يمشيوا بمستوى الادنى لازم قدام وتكتب اس بار وار بار بس كل قيمة اللي هتوصل هي ار بار واس بار وهنا طلب منك اس وار معانتها القيمة اللي توصل هناك تليقى قيمتها اعكسها بتقى اس والار هذه اول حاجة ثاني حاجة اجماعة ركزوا معي المقحل هذا لازم نشوفه الطبيعة تليقى هل هو ام بيان وا لا؟ اذا هذا المقحل بما انه ساهم خرج ام بيان وهذا المقحل بيكون مشابعة كي اوصله تيار يكون مغلق كي اوصل تيار قاعدة يكون مانع لو كان جاي مقحل بيان بي يخدمه العكس تليقى اذا كان اذا تيار خرج من القاعدة تع وصل جياند قاطع مغلقة اذا تيار تعو مخرج من القاعدة وصل جياند قاطع مفتوه يعني ما تسرعوش يا جماعة لازم لازم تكتبو هذه الملاحظ إذا المقحل هذا أنبيا من بعدها جماعة نبدأ ونشرحه في الدارة الأولى يمرو التيير عبر مقاومة أير بي و سي بي هذه السي بي كي وصلها الضوء وش هتصلت؟ هتصلت الضوء الضوء هذا وين هتصلت؟ هتصلت على مقحل تي واحد وبالتالي هذا المقحل مدى موصل الضوء ماذا يعتبر؟ يعتبر قاطعة مغلقة وبهنا عرفوا إذن وش نقولوا على تي واحد نقولوا في هذه الحالة مقحل مشبع بها نعرفوا تي اثنين لازم نشوفوا تيار يجي من VCC هيا جماعة هذا تيار يجي من VCC كيوصل نقطة هذي جماعة وش يلقى؟ طريقين؟ طريق الأول فيه مقاومات وطريق الثاني ما فيه مقاومات إذن تيار في هذه الحالة وش هتدير؟ هحيختار الطريق السهل ومن المستحيلة أنه تيار يصل إلى قاعدة مقحل أمبيا بما أنه هذا المقحل الأمبيا وش يعتبر في هذه الحالة؟ يعتبر قاطعة مفتوحة إذن وش هيفتح؟ يفتح دارة الوشيعة إذن ما بين الجامع والباعة دارة مفتوحة إذن هل تتمغنط الوشيعة؟ الوشيعة لا تتمغنط بما أن الوشيعة غير ممغنطة تمازو يبقى في حالة راح إذن في هذه الحالة تيار جماعة في هذه الحالة بنا عرفوا مدخل S بار وش لازم نتبع مصر تيار نشوفوا الأول بما أنه مصدر جهد يمشي بها تيار هذا يعطيه يمشي بهذا الشكل كي يوصل النقطة هذي جماعة ركزوا معي منه هذه النقطة كما يعطيها لكم كان هنا مدخل R بار وكان هنا جياندي إذن تيار وش حيختار؟ حيختار مسلك السهل وبالتالي R بار مستحيل يوصلها التيار إذن وش نقوله؟ وش نقوله؟ نقوله R بار ماذا يساوي الصفة وكما كم تلاحظوا S هذا المصدر الجهد الثاني يجي تيار من الفوق كي يوصل النقطة هذي يلقى دارة مفتوحة ويلقى S بار إذن تيار لما نحيروه؟ رح يروح للS بار إذن في هذه الحالة وش نقوله؟ R بار موصل هاش تيار معانتها صفر منطق قبل منطق والS بار وصل لها التيار معانتها S بار يش يساوي واحد؟ هاي نكتبوه مجمع إذن في هذه الحالة R موصل هاش تيار أو دارة مقصورة إذن R بار يساوي صفر وS وصل هاش تيار إذن صفر يساوي واحد بما أنه أس بار رجماعه يساوي واحد إذن اس وش يساوي يساوي العكس تيار إذن اس هيقه يساوي صفر وبما أنه R بار يساوي صفر معانتها R يساوي واحد من بعدها رخوا يشوفوا قلة بالQué's وذلكم الـbildكم إذن شاط يضع المخرج في واحد والإذا شاط يمسح المخرج إذن ش казندها ناشط الـر والله الـر هو ناشط إذن شك نático يتحكم في المخرج Ab والأيروش يدير روسية للمخرج ويقلب زير إذن في هذه الحالة المخرج يساوي صفة هاي جمعنا ملو الجدول إذن في حالة غياب القطعة ولا قرورة وشن نلاحظه وشن قوله حالة مقحل واحد بما أنه ضوء يتسولط على القاعدات تاعه إذن شن قوله مقحل تي واحد ممرر ولا مشبه وبما أنه مقحل تي واحد قصر الأير بي والمقحل أم بيان مع أنت أم بيان ما يصلوش التيار وبما أنه لم يصلوش التيار يعتبر قاطعة مفتوحة إذن شن كتبوه حالة تي 2 غير ممرر ولا مانع ولا مسدود ولا تقولوا قاطعة مفتوحة وبما أنه تي 2 قاطعة مفتوحة إذن وشن قطعو غير مغذات ولا غير محرض وبما أنه وشع غير محرضة التماس يبقى في حالة راحة لا يغير حالته كما هنال ما غيرناش الحالات تاع وبما أنه التماس في حالة راحة إذن التيار في المصدر الجهود الأول يذهب إلى طريق السهل وبالتالي R bar يساوي سفر معناتها R يساوي واحد والمصدر الثاني التيار كي يوصل هذه النقطة القدارة مفتوحة باستفعله يروح S bar معناتها S bar يساوي واحد معناتها S يساوي سفر إذن نكتبه S ماذا يساوي سفر معناته خامل غير فعال والR يساوي واحد معناته قطب فعال بما أنه R فعال وشيدير هو اللي يتحكم في المخرج والR ووظيفته مسح المخرج سؤال مطروح هل العداد يعد أم لا؟ جميعا نعرف العداد يعد ولا ما يعد شو نشوفه باش يتأثر العداد شو كون يغذيه يغذيه كي والعداد باش يتأثر وكتهي يكتبه رقم واحد لازم يجيه جبهة نازلة إذن به نفهم لازمنا نرسمه المخطط زمان إذن المخطط زمان يوش فيه إذن شو كون يتحكم فيه كي في الحالة الابتدائية في حالة غياب القطع وش اللي ينا بلي كي يساوي السفر إذن هالي يسميهم مستوى الأدنى هل العداد يعد؟ لا العداد يعد لازم يجيه حالة انتقالية من واحد منطقي سفر منطقي إذن هنو شو نقوله العداد لا يعد هذه في حالة غياب القطع روحوا لحالة الثانية في حالة حضور القارورة أو القطعة شوفوا معي جمعا كي تجيه القطعة وش دير؟ شوفوا معي مليح القطعة وش دير جمعا حجبت الضوء على مقحة الكهروضة وإتي واحد مدام حجبت عليه الضوء على هذا المقحة كي منصوش الضوء وش يعتبر؟ يعتبر قاطعة مفتوحة والله نقوله مزدول وش نقوله تي واحد في هذه الحالة مزدود وبما أنه هذا مزدود إذا انتير هذا ليجي من في سي سي كي يوصل لنقطة هذي وش يلقى يلقى دارة مفتوحة ويلقى دارة فيها ايربي والمقحة ما عوش راح يدير راح هيعكس حالة تيمس يقبو في حالة اعمى بهذا الشكل وكي تعكس حالة تيمس اروح ونشوفو اير فتحة واس فتحة نبدو جماعة نبدو في اس فتحة تير هذا كي يهبط بهذا الشكل يلقى نقطة لولا يلقى اس والمقاومة داخلية تعال بوابات ويلقى جيان دي طريق سهل اذا تير هذا كامل وش يتبع يتبع طريق سهل بهذا الشكل اذا مش نقولو في هذه الحلقة اس بار وش يساوي زيرو لانه ما وصلوش الطيار تير باسكوا راح كامل للجيان دي وهذه الدارة والاس بار تقصر اذا مش نقولو اس بار وش يساوي زيرو اما الاربار اذا تير هذا يجي من مصدر الجود كي وصل نقطة هذي اوش يلقى يلقى طريق مفتوه اذا تير بسي فعليه ونيرو يروح الاربار اذا اير بار وصلو تير اذا اير بار ش نقولو يساوي واحد منطق وبما ان انو اير بار يساوي واحد منطقي منطقي jae نظر وش يساوي زي 4 وبما انو اس بار يساوي زي 6 اذا كوني يتحكم في المخرج في هذه الحالة اسا را هو فعال وار غير فعال وبما انه اسا فعال وش يدير يوضع المخرج في الواحد اذا اروح ونكتبه واحد في حالة حضور القطعة المقحة هذا حجبنا عليه ضوء قاطعة مفتوحة مانع وبما أنه هذا المانع تيار هذا وصل قاعدة مقحة الامبيان إذا مقحة الامبيان ممرر مشبه وبما أنه هذا المقحة المشبه اسمح بتغذية الوشيعة إذا الوشيعة مغذات ولا محرضة والوشيعة كعت محرضة عكس حالة التامس قلبته حالة العمل وبما أنه تعكس حالة التامس وش لاحظنا؟ لاحظنا باللي اس أصبح يسوي 1 والر يسوي السيفة الاس ناشط والر خامن وش كله يتحكى في المقحة اس؟ والاس وش دي المقحة يضعه في 1 إذا اس يسوي 1 وبما أنه اس يسوي 1 كي ماذا يسوي 1 سؤال؟ سؤال مطروه هل يعد العدد أم لا؟ بهنا عرفه لازم نكمله المخطط السامع ركز معاهم له إذا أصبح كي يسوي 1 إذا هل هذه جبهة نازلة؟ لا هذه جبهة صاعدة مالعدد تعي وش يحسب؟ يحسب جبهة نازلة إذاً ما نقوله العدد لا يعمل إذاً العدد وكتهي عدد أجمع كي تغيب تعاوى تغيب القطعة ويجي جبهة من هذه هاي نكمل آخر حاجة حالة ثلاثة كي تغيب القارور أجمع شوف معي مليح غابط القارور بهذه الشكل الضوء يتشلط على قاعدة مقحى الكهروضوئي يصبح مشبع يصبح دارة مغلقة وطير هذا كي يوصل هنا وشي يلقى طريقين الطريق الأول فيه مقاومات الطريق سهل فيه سلك فقط يتبع طريق السلك إذن هذه الدارة وشي يصبح لها تتقصر وبما أنه Mpn تتقصر وشي يعتبر قاطعة مفتوحة وبما أنه قاطعة مفتوحة قطعة التيار على الوشعة زوال مغنطة الوشعة وبالتالي هذا التامس يعود إلى حالة راحة وبما أنه هذا التامس يرجع إلى حالة راحة Airbar إذن تيار هذا يروح GND معتها Airbar وشي يساوي يساوي زيرو والأس والمصدر الثاني تيار هذا يجي منه يلقى دارة مفتوحة إذن بسي فعلي يروح إلى Sbar إذن في هذه الحالة وشي نقوله Airbar يساوي سيفر وأس بار وصله تيار يساوي واحد وبما أنه Sbar يساوي واحد S يساوي سيفر وبما أنه Airbar يساوي سيفر Air يساوي واحد إذن شكول يتحكم في المخرج Air هو النشط إذن Air يمسح المخرج كيف يساوي السيفر وبالتالي وش نكتبه هنا الرياب القارورة مقحة الأول مشبع ممرر والمقحة الثانية غير ممرر أو مزدود مانع الوشعة غير ممانطة تمس يرجع إلى حالة راحة وكي يرجع تمس إلى حالة راحة يتحكس الأس والAir الأس تصبح سيفر والAir تساوي واحد والكي وش يساوي يساوي السيفر هل يعود العدد هنا؟ طبعا سيعود العدد بهنا فهم ممليح هاي نرسمه هنا إذن وش كان عندنا مقبل واحد منطقي إذن كي غابط القارورة ولا كي يساوي السيفر وهذه وش هي جماعة كما كنت لاحظوا هذي جبهة نازلة جبهة نازلة وش هي حالة انتقالية من مستوى الأعلى ومستوى الأدنى وبما أنه عدد جاد وصلت وجبهة نازلة يكتب رقم واحد ويعود في هذه الحالة نقوله أن العدد عدد القطعة الأولى إن شاء الله فهمتوا هذا التركيب مازالونا أشكال جماعة زيناء كانت بزيف سألوني على أسئلة يا أستاذنا الكريم موظيفة العناصق كهربائية موظيف الطابق واحد موظيف الطابق اثنين موظيف الطابق ثلاث رح نجاوبكم في المثال الرقم واحد هنعطي لكم كل شي ركزوا معي ملاحة شماعة قبل ما نجاوبكم على هذه شماعة هنا في التركيب وش أعطانا؟ أعطانا مقحل تي ثنين أم بيين قادر يعطي لك في بلاستو مقحل داللينطون داللينطون مقحل داللينطون وشي الحاجة مميزة في المقحل داللينطون هو عبارة عن تركيبة مقحلين أم بيين نصف طبيعة المادة مي وشي والفرق ما بينته عنده معامل تضخيم كبير قادر يكون عشر الاف قادر يكون عشرين نف علها لازمنا لازمنا مقحل داللينطون كان في بعض الأحيان وشائع لازمه تي ثنين كبير والمقحل أم بيين ما يكفي نش لازمنا نجيبه داللينطون نهالي يعطي لك داللينطون جماعة ما حيتبدل والجدول يبقى نفسه إذا وصل تي ثنين داللينطون فهو قاطعة مغلقة إذا موصل تي ثنين داللينطون اللي هو تكوينت أم بين فهو قاطعة مفتوحة بنفس الطريقة قادر يعطي لك موصفات الموصفات هذا جماعة وشي الحاجة مميزة فيه أنه القاعدة تحتوي على مقامة أول ما لا نهاية إذا الموصفات ما يخدمش بالتيارة يخدم غير بالجهود وهذا تركيبه شحن بدله فيه رح نبدله في حاجة خفيفة والمقاومة نقلبوها بهذا الشكل إنما اللي كان يجيس لك لكوش حالة المقحل مقحل موصفات تبقى نفسها جماعة إذا كان وصلوا جهد هذا المقحل يكون مشبه إذا موصل الجهد يكون ماني يعني معناته مكل يخدموا نفس المبدأ عاما هذه الحالة كي يعطي لك موصفات إذا نروح للأسئلة جماعة قادر هذا التركيب يقسم لك على ثلط طوابق يقول لك ما وظيفة الطابق الأول ركزوا مع المليح بما أن الطابق الأول يحتوي على خالية كهروضوئية ومقحل كهروضوئي سي بي ومقحل كهروضوئي يسميهم خالية كهروضوئي إذا ما هو وظيفة الطابق الأول وظيفة كشف عن مرور القطع أو القارورات إذا هنوش نكتبه طابق كشف عن مرور القارورات أو القطع أما الطابق الثاني جماعة وهو عبارة نقلب أرس إنجز بوابة الناند الأس والأر ينشطان بالمستوى الأدنى هذا الطابق شو وظيفة تعو وظيفة دارة ضد الأرتي داتا لا داروه يجمع هذا التامس كي بدل حالة تعو رح يرتد رح يرتد 4 مرات ولا 5 مرات ولا 6 مرات بنت خلصهم الأرتي دات لازم نقلب أرس وحذير يا جماعة حذير تقول لقلب أرس دي ما دارة ضد الأرتي دات قلب أرس دارة ضد الأرتي دات إذا كان الأس والأر مربوطين بالتامس فقط نحن نسميهم دارة ضد الأرتي دات إذا كان قلب أرس مربوط بأي عنصر كهربائي ولا إلكتروني آخر باستثناء تمس هذا إذن وش نقوله وش وظيفته قلب أرس وظيفته الذاكية ثنائية الاستقرار إذن هنا وش نقوله قلب أرس دارة ضد الارتداد ووظيفته تخلص من ارتداد متسبب فيها ارتداد تمس أما الطابق الآخر يتمكن تلاحظوا فيها 74 ألستين إذن هو طابق العد وظيفته عد جبهات النازل إذن يسمى الطابق العد نزيد روح لي بعدها موظيفة العناصر الكهربائية الموجودة هنا نبدأ في المقاومة أربي جماع بنا فهم وظيفة المقاومات نحيه وشوف ش حيصرة بتعرف ش وظيفة نتاحة إذن لكنا نحي المقاومة أربي ما الذي حدث أتلفت ثنائية ضوئية إذن أربي وش وظيفتها وظيفته التحديد التيار لحماية ثنائية ضوئية الحساسة أما سي بي سسمى بعث وهي تصلت الضوء على مقحى كهراء ضوئي والمقحى التي واحده هو مقحى كهراء ضوئي ويسمى مستقر رحوا المقاومة أر جماع هذه المقاومة أر نحيتها لكم وش حيصرة احتصال دارة القصر ما بين VCC وجياندي وبالتالي ارتفع تيارة هي في إيكوليكتور وش حيصر المقحى هذا يتلف إذن ما وظيفت هذه المقاومة وظيفتها حماية حماية جميع المقحى من الإتلف مع أنت حماية مقحى تي و رحوا المقاومة أربي هذه نحيه أجمعها شوف معاهم له وطلف المقحى تي ثنين إذن ما وظيفت مقاومة أربي وظيفته تحديد التيار لحماية قاعدة المقحى مي الإجابة الدقيقة جماعة في راكم وشية هي تحديد التيار لجعل مقحى الأنبيان يعمل في حالة التشبع لأن المقحى هذا يعمل في حالة التبدئ أما ثنائية ديود عجلة حرى لك النحية شوش حيصرة يتلف مقحى تي ثنين إذن ما وظيفة ثنائية تي ثنين وظيفتها تسمى عجلة حرى وظيفة حماية مقحى تي ثنين من واش من تيارات التحريدية الناتجة عن تحريد ذاتي للوشعة ورحوا لمقاومة أر هذا في زوج أجمع بأن نفهمهم لازم نحيعه لو كالناحية المجمع شوف معي وشي حيصرة هذا في سي سي ولي مربوط بالجياندي هذه دارة القصر إذا وشي حيصرة رح تتلف هذه الدارة ويتلف قلب إذن ما وظيفة المقاومة أر و أر وظيفة متحديد التيار لحماية مداخل قلب أرس وتجنب دوائر القصر لو كالناحية هذه تولي خمسة فولت مربوطة بالجياندي مما يؤدي إلى ارتفاع رهيب الطيار ويتلف الأسلاف ويتلف القلب أرس إذن مقاومة أر أر وظيفة حماية مداخل أس و أر وتجنب دوائر القصر أما المقحل أمبيان هو تي ثنين يعمل في حالة التبليل وشمعت حالة التبديل يعمل عمل قاطعة إما مغلق ويخلي الوشعة تغذى أو مفتوح يقطع التغذية على الوشعة هنا وش نقوله يعمل في حالة التبديل وليس التضخير سي بي الباعث مع المقحل الكهروضوئي يسمى ماذا يسمى يسمى بخلية كهروضوئية وش وظيفة هذه خلية كهروضوئية وظيفة والالتقاط الأشياء اللي تمر عبر التحل الموجود بين الباعثة والمستقبل روحوا لي بعدها الوشعة مع التاميس الوشعة مع التاميس تسمى بمراحل كهرووميغناطيسي وش وظيفة مراحل كهرووميغناطيسي عزل دارة التحكم عن دارة أخرى قادة تكون قلة بأيرس وقادة تكون دارة الاستطاعة كما شئناها في تركيب الأول هنا يا جمع روحوا العداد بوابة هذه أور فيها مدخلين بما أنه مربوطة بالأير وش وظيفة هذه البوابة تعطيلي أكثر من طريقة المسحل للعداد إما عن طريق روميز أزيرو أو عن طريق تنشيط مرحلة ابتدائية من أشوه لا واحد إذن بوابة أور تعطيلي أكثر من طريقة للمسحل لأنه مربوطة بالأير أما البوابة هذه هي بوابة آن وهذه البوابة تبدلي شرق نهاية العد تخلي العداد كي يوصل إلى رقم 12 يتمح العداد تلقائيا ويرجع إلى أصل وهنا يجمع عكملنا مثال أول ونروحه المثال لرقم 2 المثال الثاني أعطانا نظام ووظيفته الكشف وعدة مكعبة روبك كما كم تلاحظون جماعة جماعة قبل ما نملو الجدول كي جماعة بعثوا لملاحظات كي بعثت لهم الإجابة النموذجية قالوا له أستاذ لك مكش غالط في حاجة معينة لا لا أستاذ تاكم موش غالط من كي أن أغلبية جماعة يحفظوا المعلومة جماعة قبل ما تملو هذا المخالل الجدول ركزوا معيم له هيروح العداد العداد وكتهي عد يمدلو إشارة ساعة يمدهلو مخرج باش يتأثر العدد بجبهة الناس هذي يركز علي هذي واحدة روحوا القلب هنا هنا قلب ما أعطيت لك إنجاز بوابة ناند هنا قلب أعطيت لك إنجاز بوابة نور معانتها الار والاس ينشطب الواحد ما نكتبوش هنا اس بار وار بار صحي وكينا حاجة واحدة أخرى هذي وشي هذو مو جياند يا جماعة ماشي في سي كينا جماعة يشوفهم في سي ها ورا مصدر جهد المشترك معانتها عكس اللون ماشي كما اللون يخدمناه روحوا المقحل هذا المقحل هذا وشي هو مقحل دارلينتون يعمل في حالة التبديل هذا مقحل دارلينتون قاعدة أو باش مربوطة 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 بالجامع تعمل مقحل كهرو ضوئي هاي جماعة نخدموه مع بعض ونشوفه نبدأ في الحالة الأولى في حالة تغير القطعة اقبل هذي جماعة اقبل هذي ما تنسيروش اكتبوه هذا المقحل وشي وهل هو تركيبة أم بيان ولا بيان إذن هذا المقحل أم بيان معانتها وش معانتها كي يوصل تيار قاعدة تاعو يكون مشبه صحيح عم بعدها روحوا اجمعوا عن مقحل الكهروضوئي بما أنه الضوء اتصلت على القاعدة الحساسة تاعو وشي يصبح يصبح قاطعة مغلغة إذن هذا المقحل يقولوا عليه مشبه وبالتالي هذا المقحل المشبه وش يحيد إذن تيار هذا ليجي من مصدر الجهود كي يوصل نقطة هذي يلقى طريق الأول في مقاومة والمقحل وطريق الثاني السهل فيه السلك إذن تيار وش يختار يختار السلك وبالتالي اير بي والمقحل الان بيان تقصر إذن بما أنه تيار موصل لش المقحل الان بيان وش يعتبر قاطعة مفتوحة وبما أنه هذا قاطعة مفتوحة وش معنة الوشعة تكون غير ممانطة وبما أنه الوشعة غير ممانطة التامس ما يغيش حالته ويبقى في حال طرحته هذه الحالة تعود إعطاها وبالتالي وش لازم نخرج الاس والار جماعة بانخرج الاس والار أعطون سيجل لما ربوط هنا يراه زير وش ندير ومتبعو التيار كيف يمشي يمشي من المصدر وجه يروح الجياندي ركزوا مع الملح تيار الأول كيف يمشي يمشي بهذا الشكل كي يوصل للنقطة هذه وش يلقى يلقى طريقين طريق الأول في المقاومات والجياندي الطريق الثاني فيه مدخل الاس إذن تيار في هذه الحالة وش يدله رح يتفرع الجزء يروح الاس يساوي يساوي واحد منطقي إذن نتلبو يساوي واحد وما نتلبوش اصبار باسكو ما عطلش قلبين يمشي بو مستوى الأدنى أما التيار الثاني أما الاس رجمع اللي قلنا تساوي صفر باسكو ما عنده مش مربوطة بالمصدر جال مربوطة بجياندي بار ما عنده مين يجيها التيار ما عنده اذا اذا شي ساوي صفر إذن نشط والأير خامش كون يتحكم في المخرج هو والاس واضيفة وضع المخرج في واحد إذن هاي نكتبوش معها عنده غياب القطعة وش نقولو المقحة تسلط على اليد ضوء معندها مشبع ولا ممرر أما مقحة موصل لوش التيار وموصل لوش الجهد لدارة الدخول معنى تمانع او مزدود ممارج تيار وبما أنه مقحة لدارة المزدود معندها الوشعة غير محرضة ولا غير مغذات وبما أنه الوشعة غير مغذات تماث يبقى في حالة تراحة وميغير الحالة تعو وبما أنه تماث في حالة تراحة شكون يوصل التيار من المصدر جود خمسة أما الار ما يوصل لش تيار بما أنه نشط الار خامل كيف يساوي يساوي واحد العدد يحسب أجمعه أو لا يحسب نحصل الطريقة نجيب مخطط زمني كيف يمد إشارة الساعة العدد اللي وكي إذا في حالة غياب القطع وش يساوي واحد هل توجد جبهة نازلة هنا لا توجد إذا العدد لا يعود إذا وش نكتب هنا العدد لا يعود هذه حالة غياب مكعب روبيك رحوا الاحتمال الثاني يجمع لو كان يحضر مكعب روبيك حضور مكعب روبيك ماذا ما الذي يحدثه يقطع الضوء والله يحجز الضوء على قاعدة المقحة إذا المقحة الكهروضوي موص وش الضوء وش يعتبر قاطعة مفتوحة إذا ماشي نقول عليه مانع أو محصور وبالتالي التي يأتي من عندما يصل هذه النقطة يجي الطريق مفتوح وطريق يحتوي على المقاومة والداللينطون إذا مقحة داللينطون لتكوين مقحة موصل للطيار يعتبر قاطعة مغلقة بين الجامع والبيه هذا المقحة وش يجمع أغلق دارة الوش إذا الوش عصال يمر على حق المغناطيس هذا الحق المغناطيس يجمع وش يعكس حالة التامس إذا تلاحظ التامس تعكس حالة بعد ما تعكس التامس نرى ما يوصل لهم الطيار هيا نبدأ إذا تيار من مصدر الجهود يروح يوصل النقطة هذه وش يلقى طريقين طريق في المقاومة الآن جزء التيار يروح لل جي والجزء تيار ماذا يساوي يساوي سيف إذن Air 1 وهي نشطة والأس خامن وبما أن رسات نشط يمسح المخرج زير إذن هاي جمع نكتبو إذا ماذا نقول حضور قطعة وش قابله المقحل هذا مقحل كهاروضو إيماني قاطعة مفتع غير ممرر والمقحل الثاني وش هو يوصل التيار إلى قاعدة أو معانتها مقحل ممرر وش قاطعة مغلقة وبما أن قاطعة مغلقة الوش ستكون مغذات وبما أن وش مغذات التماس سيكون في حالة العمل ويعكس حالة تاعه وبما أن تعكس التماس والأس والأس يصبح صفر والأير يصبح واحد وبما أن أير واحد هو يمسح المخرج إذن كيوش يصبح يصبح صفر سؤال ما تروح هل العدد يعد أم لا بها نشوف ورح نرسم كي إذن كي يجمع وش ولا هنا ولا زي إذا نش رحكم تلاحظوا كينا جبهة نازلة أو مكاش كينا حالة انتقال من واحد إلى صفر هذي يسمعونه جبهة نازلة وبما أن العدد وصلته لجبهة نازلة إذن في الحالة إن شاء الله تكونوا فهمتوا هذا التركيب وإن شاء الله تنحيوا العقلية تحفيظة وتعدوا تخدموا غير بالتيارات وبإذن الله مهما يغير للتركيب مكشح تقلط ومكشح تلقحت إشكالية هاي جماعة رحو المثال رقم ثلاثة في مثال رقم ثلاثة أعطانا تركيب كشف وعد الدلاء كما كنت لاحظوا وش هاي جديدة هنو وش عطانا العداد العداد باش يمشي جبها نازلة شكل يمدلو إشارة الساعة يمدلو كي القلب ايرس اللي عطاه هان عطاه هان اير بار واس بار يمشي بمستوى الأدنى وهنا ركز معي مليح نام ميقح لجمع تي اير ثني ما عطاه هن اش ام بي عطاه نام بي بي يخدم عكس ان بي وش معنى تيار يوصل تيار قاعدة ويكون مشبه ويكون قاطعة مغلقة بي ان بي لازم تيار يخرج من القاعدة ويمشي العكس اجماع يخرج من القاعدة ولكن يلقى طريق الجين دي يكون تيار تيار يتفرر ويروح الجين دي بي استقطاب العكس وش نقول هنا يعمل قاطعة مغلقة اذا هذا تيار تيار مقحة مخرج وموصل يعتبر قاطعة مفتوحة معنى جماعك يعطي مقحة ام بي اخذ مقحة ام بي اعكس اجيب اذا مش معنى ام بي اجي مشبع بي اش سيكون محصول وبهنا فخلونا من هذه العقلية نتبع مسار تيار افضل هيا ركز معي جماعة نبدأ في حالة غياب القطعة في حالة الغياب القطعة شاكم تلاحظوا الضوء قبل هذه جماعة ما تنسوش حاجة مهمة كما قلت هلكم بما انه قلب ارس انجز بو بات نات ما تخلوش نكتبو هنا نكتبو از بار ونكتبو يعطينا دار تكشف نعتبر هذا مقحة الان بي كيف نعرف بي ام بي شوف جماعة السهم هذا سهم هذا رايح للقاعدة متجه نهو القاعدة بي اذا كان خارج من القاعدة اره ان بي هيا جماعة نبدأ في حالة غياب الدلو الضوء يتصل على قاعدة مقحة الكهروضوي فيصبح قاطعة مغلقة عكس الان بي ماذا معانتها معانتها تيار يخرج من القاعدة او معانتها هذة هل وجد الطريق الى جياندي ام نعم جمعون شاكم تلاحظوا هذا تيار يخرج من بي ام بي يوصل النقطة هذي يلقي الطريق مغلق هنا معانتها يتفرق في جياندي اذا بما ان تيار بي يوصل جياندي يعتبر دائما قاطعة مغلقة اذا ماذا نقول هنا بما ان تيار ذهب الى جياندي وخرج من قاعدة من بي يعتبر قاطعة مغلقة اذا ما الذي يحدث يصبح قاطعة مغلقة ما بين جامع والاميتر وبالتالي هذا بي يغلق دارة الوشعة الوشعة اوش حيصر لهذا تمغنط تمغنط الوشعة يصبح في حالة العمل يبدل حالة تعاون بعد يبدل حالة تعاون تبعو اتجاه التيار شوف اجمع التيار الول يوصل نقطة هذي يلقى مدخل اسبر في مقاومات والبوابات ويلقى طريق السهل اذا تيار يتبع طريق السهل يروح جيان اذا اسبر اجمع هل وصل التيار ام لا لم يصل التيار اذا هل ان ام هل نقوم ونقوم اسبر سيفر وان وان يساوي واحد وبما ان اسبر سيفر سيفر فالنشط اس ولله اير هو يساوي واحد هو نشط لما خرج يساوي يساوي واحد هنا كنتبج معها في حالة غياب القطع لا قطعتش الزوء إذا مش نقول حالة تي واحد تلط المشبع ممارر وال تيار تاريخ تجد طريق التفريغ عبر جياندي كل ما يساعده ساعده مقهة الكهرباء وزوءي كذلك ممرّ ومشبّح ومقه لهذا مشبّح أغلق وشعة وشعة مغذة محرّدة وشعة مدّدت لتياه نهاية سيئة العكسة بالتماس في حالة العمل مثل عكس سيئة 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 ويأتي إير بار سيئة 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 وكل نشط S ή A الاس هي ناشطة وكي توشط الاس تخلي المخرج في قيمة واحد منطق يعني في حالة التشغيل إذن كي ساوي واحد هل يعود العداد لازم نوش نديره جماعة ناس مول مخطط زمان العداد باش يتأثر يتأثر بالجبهة النازية تعال كي هاي وراها الكي إذن في حالة غياب دالو الكي ساوي واحد منطقي مستوى الأعلى العداد لا يعود إذن هنا وش تكتبوا العداد لا يعود وروحوا لإحتمال الثاني جماعة احتمال الثاني وش هو عند عند حضور دالو وش دار دالو هنا هي قطاع الضوء على مقحل تيار واحد مدام اقطاع لي هل الضوء إذن تيار واحد في هذه الحالة وش يصبح يصبح داره مفتوحه يصبح قاطعة مفتوحه إذن جماعة هذا التيار ليجي منه ما يقدرش يروح منه وتيار تعبيين بي ليو خجم القاعدة ما يقدرش يروح منه أجمع عطانسيو. تيار ما يروحش الفي سي سي. تيار يروح جيان دي. على بالكم باي مور تي كاربا يجب نوزوش حويج أساسية. لازم له فرق الكومون كين جود. ولازم له الدارة مغلقة. إذا كما كنت تلاحظوا الدارة مفتوحة ما يمرش. إذا في هذه الحالة بما أنه تيار القاعدة تعمقها البيان بي من قاش الطريق بيروح جيان دي. إذا وش يعتبر قاطعة مفتوحة. وبما أنه بيان بي هذا قاطعة مفتوحة وش حيدي رح يقطع تغذية الوشعة. الوشعة وش تروح لها المغنطة. وكي تروح الوشعة المغنطة. هذا التيار سيح يرجع يرجع إلى حال ترح عن طريق نابض الشع اللي موجود في الموارح الكارب ميناتسي. وكما كم تلاحظوا تعاكس الحالة حي تعاكس اير بار واسبار. ميمة جماعة ما تحفظوا هاش يخرجوا التيارة كما موالفن تيار. إذن هاي نشوفه مع بعض. إذن هذا التيار اللي يجي منه. من من في سي سي. آآ بخمسة فوت. كيف يصل النقطة هذي شي يلقى يلقى طريق السهجي يلقى اير بار إذن ه الوهر طريق السهل. إذن اير بار اسبع بهذا الحالة. زايره موصله Yep. إما اس. هذا تيار اللي يجي منها.، يلقوا طريق منه مفتوح. إذن پسي فعله يروح الاس بار. إذا ما شو نكتبه؟ نكتبو أير بار يسوي زيارو بسكوها مقصر. والاس بار موصله لتير مع نتا يسوي واحد. بما أن الاس بار يسوي زيارو معنطة ر يسوي واحد. واس بار يسوي واحد معنطة اس يسوي زيارو. إذن جلше يتم مشحة في المخرج؟ هو الار. الار وظيف ومسح المخرج دلو ورسة معتها كي يسوي إزعار هاينا من لوجة دول عند حضور قطعة مقحل تي اير واحد آآ مانع بسكرو طعن عليها الضوء والمقحل الثاني التي يرتاع القاعدة ملقاش طريق بها يفرغ إذن وش يقولوا عليه مانع كذلك أو محصول أو غير ممر أو مسدود بما أنه بي ام بي مانع وشيعة وش تكون غير مغذات وهنا التامس يرجع إلى حال طرحة وكي يرجع حال طرحة يتكس التامس كما لاحظنا على الاس شو يسوي صفر والآر يسوي واحد والكيو شو يسوي يسوي زيرو هل يعد العداد بنعرفوا نشوفوا المخطط الزمن إذن هنا في حالة حضور قطعة وش يصر على المخرج أصبح يسوي صفر وهذه كجماعة حالة انتقالية من واحد إلى صفر هي جبهة نازلة إذن بما أنه كان جبهة نازلة إذن هنا العداد شو نقوله راح يعد إذن العداد في حالة العد هذا بالنسبة للمثال أرقم ثلاث أود أسئلة جماعة تبقى نفسها أير بي وظيفة مقاومة وظيفة تحديد تيالي حماية توني إي سي بي مقحل بي يعمل في حالة تبلي وظيفة تحكم في تغذية الوشعة طابق هذا اللي في قلب أيرات وظيفة الدارة ضد الأرداد تخلص من أردادات نتجة عن تمس لحب يفهم قلباته تفرج الحصة نورمان مو 14 ولا 15 وطابق الآخر هو طابق العد هذا النسبة المثال الرقم ثلاثة هاي جماعة زينا وصلنا آخر مثال ربعة في مثال الرقم ربعة وش أعطانا؟ أعطانا نظام لعد علب الحليب كما كنتلاحظوا ركزوا معي مليحة العداد هذا أعطانا باستخدام قلابات يمشي بجبهة نازلة ميل عدد هذا جماعة وش كون يمدلو إشارة الساعة يمدهلو كيبارة هنا حدا كان جماعة ثاني بعثوا لي قالوا أستاذ رك غالط في هذا التركيب عن بالهم باللي العداد مربوط بالكي جماعة ركزوا مليحة إذا ش كون يمد إشارة الساعة هو المخرج المنفي القلاب أيرس وقلاب أيرس اللي أعطاهنا يمشي بالمستوى الأعلى وليس مستوى الأدنى كيش أسبار أيربار ولا دائرة دائرة وهنا يا أطانا زج ما قاحل جماعة بهم أن ترعوش نكتبو هنا مقحل بيين بي بسكو عليها السهم هذا رايح للقاعدة مقحل بيين بي إذا خرجت تيار تاعة وصل إلى جيان دي مشبع إذا ملقاش طريق تيار تاعة وموصلت جيان دي أره ما هيدا بدأ جماعة في الحالة الابتدائية الضوء في حالة غيئب علبة الحليب الضوء يتسلط على قاعدة مقحل كهر وضوئي ماذا يصبح 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 مشبع وبالتالي هذا التير يجي من تعبيسي سي رح يتفرق في الجيان دي بهذا الشكل وكذلك المقحل الذي يخرج من المقحل بيين بي يذهب إلى جيان دي في هذه الحالة بما أنه تيار وصل إلى جيان دي باستقلاب العكسي إذا المقحل بيين بي وش نقول عليه مشبع قاطعة مغلقة وبما أن هذا المقحل قاطعة مغلقة الوشيعة وش راح تولي إدارتها مغلقة إذا راح يمر عبرها تيار وبالتالي تمغنط الوشيعة وكي تمغنط الوشيعة راح يتعكس التماس بهذا الشكل وكي تعكس التماس نتبعه التير من مصدر الجهد الجيان دي هيا نشوفوا يا جماعة هذا التير يجي من خمسة فولت يروح الجيان دي كي وصل النقطة هذه يلقى مدخلين المدخل الار وطريق ثاني فيه المقاومة مع أنت التيار كي يلقى طريقة فيه قلاب وطريق ثاني مقاومة ترح يجزع هنا ما كاش دارت القصر جماعة وكتا تكون دارت القصر لو كان عطالي هنا اير وهنا عطالي سلك لو كان عطالي سلك تولي دارت القصر وهذه ممنوعة أصلا في حد ذات إذا الار وصله الطير وليس إذا الار يساوي واحد والاس يساوي يساوي السفر جماعة الاس لاه موصلش طيار بس كوها مربوط بش جيان دي وهنا مستحيل يوصله طيار إذا شكل ناشط الار ولا اس الار هو الناشط الار شدير يمسح المخرج إذا المخرج يساوي زيرو وشكل يمد إشارة ساعة العدد هو كيبار بما أنه كي يساوي سفر جماعة كيبار يساوي يساوي واحد إذا هاي نكتبه في حالة غياب قطع علبة الحليب المقاومة الأول يوصل الضوء ممرر مشبع مقهة ثاني التيار تاعه بيان بي من قاعدة يخرج يوصل جيان دي عندما مقهة اير واحد تسمح موروتيار تاع بيان بي وصله جيان دي معانتها حالة تياثنين وش هو مشبع ممرر وبما أنه هذا المقهة الغلق دارة الواشيعة الواشيعة وش نقول ليها المغذات وبما أنه وش على المغذات تماس يكون في حالة العمل ويتعكس كما شف ناظركو وش كل مربوط بالمصدر الجهد هو الار معانتها الار يساوي واحد والاس يساوي السفر هكذا وبما أنه الار ناشط معانتها الكيب اش يس يسوي يسوي السفر هل يعود العداد وش لازمنا لازمنا مخطط زماني تاع إشارة ساعة إذا نجيبوا المخطط زماني إذا عداد شكون يمدلو إشارة ساعة كبار بما أنو كش معه كي بوش يلقينها لقينها زيره معتا كبارش يسوي واحد هل توجد جبهة نازلة لا توجد إذا العداد لا يعود إذا نوش تكتبوه العداد لا يعود رحوا الاحتمال الثاني ليو في حالة حضور القطعة وقطعها لأشعة الضوء تاع البعض كما أنكم تلاحظون هنا يا العلبة قطعت الضوء على مقحل تيار واحد هذا تيار واحد يصبح قاطعة مفتوحة وبالتالي تيار هذا تاع الفي سيسي ما يقدرش يروح جياندي وفي تلص الوقت تيار تاع بيم بي ما يقدرش يروح جياندي بما أنو تيار هذا ملقاش طريق فهذه الحالة وش يصبح 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 قاطعة مفتوحة جمعات طوص يتقولي تيار احل الفي سيسي مستحيل تيار يروح ما بين نقطتين في كعد فرق الكمون مثلا إذا كان هذا مثلا خمسة بولت لازم يروح زيره فولت مقاطعة مفتوحة وما أنه هذا قاطعة مفتوحة وشيح يصل الوشعة لحي تقضيها ممتازة الضوء المغنطة تتظو الوشعة يرجع حالة راحة ما يمكنني ولي مربوط بالفي سيسي هو الاس إذاً تيار هذا يجي منه يروح جزء يروح للمقامة معي الجزء يروح الاس معينته الاس يسير واحد والالاء أصبحت ضغر مفتوح معينته ما يوصله هاش تيار إذاً اري سيسير واحد الاسي سير وزير لحيز زيرو بما أنه اس يسير واحد هو الناشط معينته مخرج كيوش يساوي يساوي 1 وبما انه كي ساوي واحد معتك كي بارش يساوي يساوي زيرو هاروحه نكمل الجدول الجماعة اذا في حالة خضر قطعة المقحى الاول مانع مزدور قاطعة مفتوحة والمقحى الثاني تيار تاعه ما نقدرش يروح للجيان دي بسبب انه تي ار واحد قاطعة مفتوحة اذا وشو نقوله تي ار 2 بي ام بي مقحى المانع بما انه اصبح مانع فتح الدارة الوشعة الوشعة اصبحت غير مغذات تماز يعود الى حالة طرحة وكي عدح حالة طرحة و بدأت نكتمل الجبد يلقي تقيم يوجد لvitل الجود يجب الأن ه هذه الأنستمع يجب الأنستمع فلا نصيف ولا نستمع يجب الأنستمع اه جماعة يقلوا البعث والي رجاء يقلوا الاستاذة هل هناك خطأ ان شاء الله وصلتكم فكرة وان شاء الله نحيته العقلية على الحفاظة وان شاء الله ما تلقوا حتى اشكال مرة جاية بقوناها ربع امثلة ان شاء الله باذن الله نور مرمو غدوة والعباد غدوة نزلكم فيديو جديد تاحهم وشحنقكم بالتوفيق للجميع اه ليلى سعيدة للجميع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة